السلام عليكم. ازايكم? عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل الكوب كيك بالاوريو وبصوصات اللي احنا عمل لها قبل كده وعملنا منها السينابون. هنستعملها برضو في الكوب كيك. وان شاء الله اه المقادير بسيطة وسهلة ومعظمها برضو موجودة عندك في البيت. اهم حاجة لما تيجي تشتغل في الكيك بالذات لازم المكونات بتاعتك تكون بدرجة حرارة المطبخ. يعني لو البيت والدي والمكونات بتاعتك في التلاجة واللمن. هتطلعيهم طبعا يبردوا. وياخدوا درجة حرارة المطبخ. تمام? عندي هنا مكونات كوباية وربعة من الدي. عندي بيتين. وعندي رفع كوباية من الكاكاو. وعندي رشة ملح والفانيليا. وعندي معلقة صغيرة آآ بيكينج بودر. او انا اسمتها خدت نص بيكينج بودر ونص كربونات آآ سودا. وعندي كوباة لربعة من السكر. وعندي نص كوباية زيت ونص كوباية لمن. وبرضو اللمن بدرجة حرارة المطبخ. هبدأ اخد البيت مع السكر مع الفانيليا وابدأ اضربهم. لغاية ملون البيت كده يفتح. واتأكد ان السكر ده معي وما بقاش ليه اي قصر في البيت. قبل ما ابدأ اضيف باقي مكوناتي. لان لو اضيفت الزيت دلوقتي هيعطل لي دوبان السكر. فلازم اضيف السكر الاول. وبعدين ابدأ اضيف الزيت واللبن. شايفيني اللون غير ازاي? طبعا لو ما فيش مضرب كهربا تستعملي اليدة ويعادي خالص. بس تتأكد ان السكر ده بكويس معيك. هبدأ اضيف الزيت واللبن آآ واضرب ضربة بسيطة. هبدأ انخل بعد كده الدقيق مع الكاكاو مع البيتين بودر ورشة الملح وكل مكونات مكونات الجافة بتاعتي. والنخل ده علشان بيخلي الكيكة هيشة معيك وفي نفس الوقت بتضماني نظافة الدقيق. هبدأ بعد كده اقلب بالمضرب اليدوي او بالاسباتيولا بالراحة كده لغاية آآ مادي يختفي معي خالص. وما يبقاش فيه اي آآ تكتلات من الدقيق. وحاول تنزل اللي في الجوانب كده دقيق اللي في الجوانب علشان كله يختلط مع بعضه. طبعا انا مشكلة الفورن من قبل ما ابدأ اعمل الكيك خالص علشان يلحق يسخن معي. والكيكات او اي حاجة فيها البيكين بودر عموما ما ينفعش تسيبيها زي خميرة تخمر والكلام ده. لأ. لازم تخليها الفورن على طول علشان تعلم معيك كده وتتفاعل. هحط في كل واحدة بقى من الورق بتاع الكوب كيك دول واحدة قريو. ودي برضو خطوة اختيارية. دي حاجة اضافية لو انت مش عايز تعمليها براحتك. ممكن تستبدلها بقطعة شوكولاتة. آآ بني او بيضة زي ما تحبي. هبدأ اصبت الخليط وهسيب كده ربع المساحة فاضية. وهو الكمية دي عملت لي تسعة بس علشان الكوب كيك الورق ده كبير. لو انت هتعملي الورق الصغير بتاع الميني كوب كيك هيعملك اتناشر قطعة. هبدأ احط بقى الصوصات اللي انا عملتها قبل كده عملت منها السيناء بنفق كياس تلاجع عادي خالص وهفتح لها فتحة صويرة بالمقص. واعمل بها خطوط كده رايح جاي على الوش خطوط عشوائية كده. وممكن ازينها آآ بعد كده بقى بالفرماسيل او او الشوكلة وعملت كمان هنا بالكرامل. آآ ده اللي بقى عندي يعني ما مش عندي الصوص الابيض اللي خلص من عندي. فانا عملت بالبني وبالكرامل. بتقدر تستاني عن كل ده وتعملي رشة بس كده من السكر البودر على الكيك من غير اي صوصات ومن غير اي حاجة. بس الاطفال دايما بتفرح بالشوكولاتة والفرماسيل والحاجات دي بتشدهم اكتر. تمام? خصوصا لو كان جواها كمان آآ بسكوت القريو فده بيفرحهم اكتر. تقدر يبقى انت تعملي لهم كل ما يخلص كده تعملي لهم. لو عايز تعمليه آآ كيك ابيض هتشيل الكهيب وتحطي بدل ودقيق. آآ وتكملي بقى ما قديريك عادي خالص. وممكن تحطي فيها فوق المسكرة او تحطي زبيب زي ما تحبي. آآ اتمنى ان شاء الله لوصفكم عجبكم وتجربوها وتقولي رأيكم فيها ايه? ان شاء الله متنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد واستنيني قرأكو تعليقاتكو وطلباتكو واستنوني في فيديو جديد كنت معاكو شايماء امين. اشتركوا في القناة